انطلقت فعاليات الملتقى السابع والعشرين لتبادل عروض تدريب طلاب الجامعات العربية بجامعة مصر العلوم والتكنولوجيا في الفترة من الثالث عشر وحتى السابع عشر من مارس الجاري ويهدف المؤتمر العمل على تعميق العلاقات بين الدول العربية وشبابها وذلك من خلال عقد ملتقيات للتدريب والإبداع بين الطلاب حيث يحقق المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي بعدا أكاديميا من خلال تبادل الخبرات مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب كما يحقق أيضا بعدا ثقافيا من خلال ترسيخ العادات والتقاليد في مختلف الدول العربية لدى الطلاب المشاركين في البرنامج هذا طبعا نحن في ملتقى من أهم انشطات اتحاد الجامعات العربية اتحاد الجامعات العربية هو أحد منظمات العمل العربي المشترك ويمكن الاتحاد بيجمع من خلاله حوالي أربعين مؤسسة من مؤسسات العمل العربي المشترك يمكن من أهمها هذا الملتقى اللي بيعقد من خلال المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي قصة التدريب والتبادل الطلابي هامة جدا يعني الانفتاح على الثقافات المختلفة وخاصة الثقافات العربية من خلال الطلاب وبناء يعني قنوات سواء تدريبية أو ثقافية أو علمية أو بحسية هام جدا في المرحلة القادمة هذا الملتقى يتبنى هذا الفكر الجامعات المصرية أدركت أن التدريب مهم جدا وطالب بدون تدريب حقيقة سوف لا يتقن عمله مستقبلا ولا يتقن العمل العملي اللي حيث علمه من المواد النظرية في هذا المجال التدريب يعني لنقول مخلف نعم لكن عدمه بكلف البلد والجامعة أكثر إحنا تقريبا عندنا 13 دولة مشاركة بواقع 36 جامعة عربية كل جامعة بتبتدي تدي فرصها للتدريب لطلاب الجامعات الأخرى وده بيتم وجهاً لوجها على راوند تيبل بتبقى في مختلف المجالات